السلام عليكم يا حبايبي اخلا وصحنا في قناة يوتيوب اليوم راح احكينا عن مدينة مدينة حلوة كمان موجودة في الصخرة مثل تضمور هذا مدينة مشخور اسمها غادامس هي في ليبيا وثاني اسمها عندو مشخور لقب المدينة هي مجاوخر الصخرة او لولو الصحرة المحوم كيف انا عرفت عن هاي مدينة موجود فيلم مشخور جدا اسمه خارسة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي هاي فيلم مسور او ديريكتور للفيلم استعمل المكان الغادامس يعني مدينة الغادامس اشان اشان صور الفيلم لما وقت نحنا فرجنا او شفنا هاد الفيلم شحتنا نفسنا في هاد الوقت موايا لانو مدينة مش قديمة واتينا حس هيك حس وجودنا على الفيلم وكل شي متل اصلي متل مية بالمية مش هاي الوقت بس كانت صورة الوقت القابل مدينة غادامس موجود في ليبيا وهي للقلب الشمال افريقيا يعني موجود هي بينه بين حدود ليبيا تونس والجيريا من ليبيا طرف هي مدينة موجودة في منطقة تريبوليتانية يعني خلا نحنا قلنا من لسان الجغرافية هي في غرب جنب غرب من طرف ليبيا ووسط الصحراء يعني كل دور المدينة صحراء ووسط المدينة نفسها الحدرة هي حدرة ليانو موجود ماي مدينات القديمة وسط الصحراء ليش مشغورين ليانو هاي مدينات عندو ماي متل لنا قبل صوت الفيديو عن تادمور تادمور كانت مشغور مش عشان البزنس وكل الشغلات اول شي ومهم شي هي عندو كانت ماي في ليبيا هاد ماي في عندو اسم اسم المكان الماي او منبال الماي هي الفراس في ما ذكرت ما ذكرت الا الفيديو عن تادمور في تادمور اسموها كانت افقا الفراس اللي هاي منبال الماي مهمة جدا لانو اطوع عيش المدينة و للناس الغدامس عالتنا غدامس متل ثلاث طبقات اول طبقات هي الخدار يعني غير انواة من حضرة و الثاني طبقات هي طباقة الفواكه يعني مثلا شجرات التفاخ شجرات الحوخ وكذا و الثالث طبقات هي نحلة نحلة للتمر اذا شوفوا ابناء ابناء انشعة في مدينة الغدامس كتير حلوة لانو انو عندو مدنية من عندو مدنية اول شي امازيخي ثاني شي غريق ثالث شي روماني و البعض الآخر شي مدنية للإسلامي و قطيت لهذا كل حلطت كل المدنيات الكولتشر طبقه حلطت و قطينا للمدينة حلوة غدامس غدامس مش جينا للحياة للوقت المثلا اقولي روماني غدامس كانت عايش يعني فيه كان الحياة للقابل نحنا عنا للناس جينا من طرف الاوروبا طرف الغريق و عشان احد المصر بس ما احدوا و راحنا التراف الليبيا و ثاني ناس روحت طلاب الفلسطين الناس روحت طراف الفلسطين اسموها ناس الفلسطيني و الناس راحت التراف الليبيا اسموها هدول اسمو الناس غرامنتس يعني هدول الناس جيت من طرف الغريق و حلط مع ناس محلي ناس محلي اكيد مية بالمية هدول الناس امازيخي يعني مثل قلنا للقابل الفلسطينيين يعني الفلسطينيين جيت من غريق و خلطت مع محلي ناس موجودة كانت في مكان الفلسطيني هي الناس الكنانيت نفسي الشي صرت في الليبيا هدول القرامنتس جيت و مش يعني كشفت الارض الفاضي كانت ناس المحلي و الناس اللي اسموها يعني امازيخي خدول الامازيخي و خلطت من الناس امازيخي و قتينا الى تاريخ حضارة جديدة غرامنتس لانو هدول الاول اول نقطة اول فكرة الناس عندو حضارة اللي هي كتب احرف هذا اذا ما في في حضارة معين مش موجود كتب او احرف هذا مش اسمها حضارة ابدا مصريين ليش هذا مصر حضارة لانو مصر عندو كذا 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 فاندو كتب احرف ثاني شي مثلا بلاد رفدين عندو حدا 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 و عندو نقطة كتب نفس الشي ما الناس الجرامنتس عندو بيوت عندو مدنية و عندو كمان كتب كتب هادا للقديمة جدا و قالولي هادا قبل كتب الامازيخي اللي الحلا ما هادا اعرف شلون ارقع هادا للكتب ما هادا فتحت يعني كشفت شلون هادا احرف شو اللي اعطوه صوت ما بعرفنا لسه و ازا الناس قالولي ما في شي ولا حدارة في ليبيا انت قل لهادا شخص السلام عليكم انت مقتار فان تاريخ في حدارة جرامنتس مشخور و عندو مدينة و عندو مدنية و عندو ناس زكية و عندو كتب و بس المشكلة ما وصلت هادا الوقت لانو كانت غريق و رمانين احدو الخدارة و خربتو هادا خدارة عشان هيك و الناس ما بيحكو ازا الناس بيحكو كتيرا عن خدارة نخنا عرفنا في ليبيا موجود الخدارة جرامنتس هادا خدارة امازيخي يعني كتير قديمة مدينة الجرامنتس و عندو هكاية او قصة شلون سر دل مدينة جرامنتس انا دليل مدينة جرامنتس كانت موجود قبل 4000 تقريبا قبل ميلاد كانت موجود و ناس بيقول يمكن هادا اقدم مدينة مدينة مش مكان مدينة موجود في شمال افريقية اقدم عندي هيكاية و رفايات و اساتير شلون مدينة جرامنتس سرت اول استورة اول استورة مشهورة هي كانت ثنتين اخي اخوات واحد اسمو وليد و ثاني اسمو وذيت و ما يحبو مباد و قرروا قط المدينة المكان اماكن وليد احدو ثلاث قطات من مدينة غدامس و وزيت احدو اربة و سرت هادا متل قبيلة يعني سرت سبا قبيلة موجودة في غدامس و هادا القبيلة كانت متل بوس يعني كانت الرئيس الغدامس لانو غدامس ما كانت عندو واحد خليني اقول مالك ما كانت واحد حكم كانت قبيلة سبا قبيلات و تصدر من طرف القبيلة بس و من طرف الحكم الواحد او مالك الواحد يعني هدول الابسوو مجامع مجلس و اذا عندو مشاكل رح سووه مجلس عشان شيل مشاكل موجود في مدينة هادا واحد اسطورة اسطورة اولية اسطورة الثاني كانت واحد تجار هو جيت من طرف المغرب ليبي كمان مغرب من طرف الغرب المغرب إلى مكان الغدامس كانت كتير و نعمت تحت تجاريات شفت تجاريات وهو نسيت احد ماء من مكان الغدامس يعني مكان ماء بس كانت الموجود كتير و هو غزب و ما كانت كتير وقت عندو و لازم اروح و بارف كمان غزبت و ما ايد الحسان فتح المكان اكبر يعني كتير ماء كانت جيت شوي 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 و بعد هذا حص هذا حركة يعني دربت ارض و فتحت ماشاء الله صرت كتير ماء هذا ثاني اسطورة شلون غدامس صرت مدينة مشهورة قلنا إذا كتير ماء كتير كل شي لنا حالا حكينا ان اسم غدامس شو للمناء اذا راح ترجم لنكم من اللغة العربية يعني غدانة امس يعني اكلنا مبارحة هذا انا راح ترجم لكم في اللغة العربية بس اصلا اسم غدامس كانت موجود الاختلاف العرب عبل في وراء المحمل وراء رومانية كانت كتبت هذه مدينة في وراء باريق الروماني اسمها كانت كيداموس والبروفيسورة قالت هذا يمكن كلمة جيت من قبيلة امازيخي من فزان فزان من تقاليبية في الليبية و هنا كانت ايش ناس و هدول الناس كانت تدامنسي اسمها كانت الهاد القبيلة الامازيخي تدامنسي تدامنسي ساوت رحالة لماذا ما بعرف ليش و تمت من مدينة يمكن ما كانت ما كانت ما في ماء في المنطقة الفزان والله اعلم هدول اللي ساوت الرحالة الى مكان الغدامس تمت هناك صرت قبيلة كبير و اسمها هاد اسمها هاد القبيلة كانت تدامنسي من تدامنسي هلا صرت كيداموس من كيداموس صرت غدامس بس ما في علاقة للغة الارابية ابدا هذا بس الاسطورة محلي في تاريخ في جغرافيا في كل شيء عرفنا واحة مشهورة حتى في صحرة واحة مشهورة و اذا راح نصوي تصور الواحة عندو كلو كلو عندو شجارة النحلة شجارة الثمر غدامس نفس الشيء و راح اقولكم اكثر الواحة عندو ثمر و ثمر كانت متل ما صاري و شو شو اعتنان هاي الشجارة والله الشجارة هاد ما بعرف ما عندي ولا كلمة مختشم كثير مختشم هاد الشجارة اول شيء اذا انت شوابت كثير راح كون اجلس تقتل هاي شجارة من شمس صح؟ و حسيت حالنا كويس ثاني شيء هاد الشجارة ما عبدو كثيرا ماي ثالث شيء تمر 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 اكل اكل واكل في سكر كثير اذا اكلت واحد تنتين تمر و شربت شوي حليب خلاص انتي انرجي كل طول اليوم بكفك عشان هيك هاد الشجارة كانت مهمة جدا لكل الواحة موجودة و غداس مش مستثنى من هادا نقطة غداس كانت استعمل متل مصاري للتمر لانو ما كانت قبل مصاري ما كانت قبل فدي ما كانت قبل ذهب يعني كانوا بس مو كانت استخدم الناس من طريق المصاري او فلوس كانت استخدم الناس بدال الاكل يعني انا اندي اكل انت اندي اكل خلينا بدلة انا راح اطيك تمر و انت راح اطيك خبس لانو كل شخص كانت مشغول عايشي مثلا واحد مدينة بساوه خليني قول بصل ثاني مدينة بساوه عنب ثالث مدينة بساوه زيد اشان هيك من قدم الزمان احنا هاد مدينة مشغور مثلا مع زيد هاد مدينة مشغور مثلا فستو خلبي خلق مشغور مع فستو خليني قولنا و هيك و غدامس كانت مشغور ان تمر يعني اذا ساوي الشاي بدال اول شي ناس الغدامس بدلوا تمر و ثاني شي خسان الخسان هاد كانت قلب البيزنس يعني خسان و تمر و كان استعملوا تمر مثل مساري ليش؟ اول شي تمر ما بدو مثلا طلاجة ما رح كون حربت طاريق السري تمر ما بدو يعني اخدو فصلة و بس خطو فصلة و بس ما بدو يعني سكر و تم في مكان شو برد و اعطيه كتير حركات اشان ما حربت هاد فواكه لانو هاد الفواكه تمر بسيطة جدا خد من واحد مكان الى ثاني مكان ما عندو اماتو اي مشكلة و ثالث شي اكل هذا اكل يا ناس اعطوه قوة كتير اول طباقة لكل الفواكه عندو كتير سكر تمر عشان هيك بيزنس يعني كل زراعة مدينة غدامس مشهور كانت عن تمر اصلا اذا شوفوا كل الواحد عندو هاي زراعة حكينا قبل تدمر ذكر كتير تدمر انت روخوا شوفوا هاي الفيديو صوت في اللغة الارابية عن تدمر كمان هناك يعني تدمر اصلا من كلمة تمر يعني كل الواحد عندو هاي بيزنس لماذا؟ لانو مكان ممتاز عشان جيب عشان صاوه زراعة عن تمر لكل الواحد ممتاز الطبيعي للواحد ممتاز عشان جيب تمر يعني مكان حلو ليش انا ما رح صاوه في هاد المكان مثل فندق ظل موجود ماي موجود اكل شوفوا هاد التمر الشجرات مثلا كل شي موجود عشان القافلة من طرف غرب المغرب جايب وطم وارتاخ في هاد المكان وانا رح صاوي فندق مكان موين عشان هادول التجار رح صاوه بيزنس لانو انا رح افتح السوق كمان مو بس ارتاح افتح السوق وافتح الاماكن عشان ناز ارتاح لانو انا ادي كل شي يعني هادول الناس جيت من طرف الصحراء كمان ما رح نسيتو طرف شمال افريقي الغرب كمان صحراء يعني وشو جاي من طرف الغرب نحنا انا اه مهم جدا هي ملح ملح كانت كتير غني موجود كتير بسيطة تدخل اي سوبر ماركت موجود ملح هديك الزمان ملح كانت مثل مثل الكلمة سالري يعني معاش كمان جيت من كلمة ملح ملح لانو الرومانيين كانوا استخدموا ملح مثل ناس من غدامس استعمل في تمر مثل مصاري يعني ملح كانت مثل مصاري وتمر كانت مثل مصاري يعني الفايدة اولا و قيمة كانت عالية قيمة للتمر كانت عالية و قيمة للملح كانت عالية خصوصا من طرف المغرب من طرف الجزائر حالا ملح كانت يعني كل حدا بدو وروخوا طرف ليبيا مصر وثاني مملكات حتى روخوا الى اوروبا الناس جيبوا من شمال افريقيا من غرب الشمال افريقيا اول شي ملح تاني شي هادا اللي ما بعرف شو في المغلة الاربية يعني اسنان من فيل هادا عدم عندو جانبو ثم للفيل وثالت شي ذهب لانو عرفنا مملكات المالية كانت عابل مشغور ما ذهب يعني كتير شغلات جيبوا الى مكان الغدامس للتجار بعدين ارتحوا في سوق كمان سووا واحد اتنين تلاتة بزنس بدلوا هاي بدلوا هاي ورجوا من هادا الطريق اللي كانت البزنس في مملكات الغدامس ومو هي موجود موقع تاباو في قلب الشمال افريقيا ما في كانت تاني مكان عشان ارتح عشان هيك صرت مدينة غاني متل تدمر تدمر كمان نفس الشي ليش صرت غاني؟ لانو مكانو حلو و هادا واحى ثمنا ماي كان كتير مهم واحترام الى ماي كانت كتير مهم وناس ما كان استعمل ماء تاريق الشلو بل وما بسعو اسراف لانو ماء عندو كانت قيمة ما راح ننصينا هادا الواحة في الواحة اي من بل الماء هادا قيمة وفي غدامس كانت شخص محسول هو كان محسول ان توزى ماء الى مجال مثلا اليوم دور استاذ احمد والشخص مسهول عشان توزى ماء راح افتخ قناة الماء عشان هادا الى الماء روخ الترافل مجال استاذ احمد بكرة صرت دور استاذ محمد راح سكر فلاحة دول كل الفلاحين راح سكر قناة استاذ احمد و راح افتخ قناة استاذ المحمد دور ورا دور كل الماء كانت بحى تاريت توزى و غدامس ناس الغدامس كمان عندو كلمة كلمة عشان ساوو نزام الماء و هادا ماء راح كون دور ورا دور دور ورا دور و كانت نزام الماء و كانت الساعات الماء و كانت الوقت الماء عشان اتو عشان توزى لكل الماء هادول المجال اسمها لهاد النزام كانت قادوس فهمنا هادا من الكلمة قادامس يعني نزام الماء كله كانت تقسيم يعني قطع من وقت سكر افتخ من وقت الماء مو راح يلا راح افتخ كل هانا لا ورا دور مرا دور لانو ماء كانت عندو قيمة كانت عندو اخترام و كذا 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 هادا للحلو هادا اكتشاف جديدة في مدينة غدامس عندو ساع شلون ساوو وزال الماء و عندو نزام و هادا كل التفاصيل مهمة جدا دحلنا في عشر جديد دحلنا في حادث جديد و شو صرنا الناس عايش في صحراء تتغيروا بدو تتغير شكلوا بدو شي هيك مرتاح بدو شي تكيف و مكيف مش كان هادا واحد سباب لانو بلشت ناس ترك المدينة غدامس بدو تغير و ما راح كون تحراب لكل مدينة و جيب مثلا قناع للماء و صحن و برد و تكيف الى هاي مدينة مستحيل إذا مثلا جيبوا علاق الكخربية و جيبوا تكيف كل الغرفة راح خربوا هاي المدينة و ناس بلشو خرجو ساو محرج من مدينة غدامس و آخر شخص تركت المدينة عالف وتسامية ثمانياتهك من هاد الوقت آخر شخص تركت المدينة و مدينة سرد تحت اليونسكو يعني سرد تحت المحافظة اليونسكو لانو هادا و يعني مدينة مجوحرة و تمت في هاي تاريق و ما تغيرت هادول الكل الاسرار سرد الولول للسحراء و خلى مدينة الغدامس تحت المحافظة اليونسكو قبل كانت عايش تقريبا همس تلاف ناس في مدينة الغدامس و خلى تقريبا أشتر تلاف عايش برا للمدينة غدامس و قبل يعني في مدينة كانت عايش ناس محلي في مدينة الغدامس بس كانت ناس عايشين برا للمدينة الغدامس هادول الناس كانت كمان ناس الامازيخي من قبائل توريك توريك خلى موجودين و ناس قوي جدا و مشخورين خلى هادوليك عايشين من مملكات الأساس المالي موجود في الجير الجنوبي موجود في المحوم موجود في شمال أفريقية جدا و هادول ناس شو كانت شغله كانت عايشين عايشين برا للمدينة الغدامس شغله كانت أعطوها مساعدة للتجار مثلا أنا التجار من مملكة مالي من طرف التنبوكتو خلينا نقول و أنا عندي أنا تجار أنا غاني و عندي شاجيب من طرف الغرب أفريقية لطرف مثلا مصر و أنا عندي زحاب ماي كتير زحاب و أنا أعرف في الطريق بنتنبوكتو خلينا نقول إلى غدامس في طريق موجود خرصان موجود قارسين راح أحدو مني إذا أنا ما عندي محافظة راح أحدو مني كل الغرب أنا عندي و عندي و خلا أنا بدي مش عندي خلا أنا بدي شو أنا بدي محافظة مين راحتي محافظة هادول الناس التوارك الناس التوارك همازيكين راحاتو محافظة عشان ما ما أي حدا ما أي حرامية راح أحد بني شغلات تمر شغلات الضحب شغلات مثلا ملخ و بعد أنا وسلت مع هادا الناس العمازيخي توارك بودي جارد خلينا نقول سيكوريتي إلى مدينة غدامس هناك موجود تاني ناس نفس الشي من نفس القبائل توارك عشان راحتي مساعدة هادا كل شي مش من طرق أنا يحب معبات لا أنا راحتي مساري هادا كانت شغل هادا كانت شغل عن ناس التوارك عشان هيك كانت عايشوا ببر المدينة هادول الناس وعطوهم محافظة بدال المساري أو بدال شي إلى تجار هادول الكند مسيطرين التاريق يعني بوصل كل التاريق مسيطرين وعرفوا كل المكان عشان روخ رجع مصر يعني عرفوا متل ايت حمسة للأصابي عرفوا كل المنطقات الشمان الأفريقية عشان هيك انت بدك ما بدك لازم أحد محافظة من ناس التوارك ان شاء الله انا راح سوي فيديو تاني بس البنيان المحندس للبناعة أو أسلوب الطريقة شلون هادول البناعة بساووه هادا بدو يمكن ساعة ساعة عشان ساوو الفيديو عن مدينة الغدامس لانو بنيانون الارخيتيكت هادا كل شي كثير الحلو وشواي انت شوف هيك أسلوب أمازيخي وشواي انت شوف الأسلوب الروماني وشواي انت شوف حتى موجود أسلوب البلاد رفدين شواي الأسلوب المصري هادا متل كيك متل جاتو طبقات اللو طبقات عندو كتير أسلابت وآخر شي اللو للمدينة الغدامس أسلوب الإسلامي بدو بدي بدي ساعة عشان تعريف عطي تعريف هادا كل الأسلوب أو عنواء موجود في مدينة الغدامس نسيت قولكم عن عبودية عبودية كانت موجود في الغدامس وكانت موجود السوق العبودية بس بدي اقول لكل الناس بفرج على الفيديو عبودية كانت موجود مش بس في العالم عرب لانو خلا بيحكو كتير عرب كانت متل وحش وصاود عبودية كتير هادا شغل مش كويسة كانت موجود في كل العالم كانت موجود مع أطراق كانت موجود مع السين كانت موجود مع أوروبيين كل كل الموجود للمشكلة حون نحنا بفكر بس خدول اللو عندو كانت بس خدول اللو عندو كانت لا كلا ياتنا كان عندو هادا شغل مش كويسة وفي غدامس كانت مشهور سوق العبودية يعني قبيلة من أفريقيا أو جيب للناس عشان سعو تجارة عشان سعو عبدية غدامس كانت كمان مشهور ما لتلكم ما سوق العبدية فيش مشهور مشهور موجود في مدينة الغدامس هي غروب ما شاء الله الغروب المشهور في كل الدنيا ناس من أوروبا جاي ناس من أمريكا جاي ناس من يابان جاي عشان شوف الأجمل غروب موجود في شمال أفريقيا هي الغروب من مدينة الغدامس أنا إن شاء الله إذا الله أعطي فرصة راح شوف هادا غروب بس ما بعرف شلون بس كل الناس كانت في المدينة الغدامس وخصوصا شوف الغروب قالوا لي هادا مجنن كتير حلو خلصنا خلصنا خيكاية قصيرة طارق القصيرة عن مدينة الغدامس شكرا عشان انتو فرجو فيديو خاتي تباي ساووا لايك ساووا سبسكرايب خطووا تعليقات إذا عندو عندكم معلومات كثيرا عن هاي مدينة خطووا تعليقات او اذا انا راح اذا انا سويت الحطام في اي مقطع خطووا طالقات عشان تعلمنا انتو تعلم مني انا اتعلن منكم وهكذا شكرا كتير الى اللقاء